أيضا قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار الزقازي وقال أنه تابع على السوشيال ميديا بعد الحادث حملة التشكيك في المشروعات بمرفق النقل اللي الدولة قامت على مدى فترة طويلة بتقديم العديد من الخدمات لتطوير هذا المرفق الهم صحيح وقال كمان أننا بنتكلم بمنتهى شفافية وأن مرفق المسكك الحديدية شهت حالة من التدهور خلال عقود ده بسبب عدم إجراء عمليات الصيانة اللازمة وده تطلب طبعا جهد كبير جدا للتحديث وتقديل العنصر البشري وتم تطوير السكة الحديد نفسها كمان وكل الإطارات خلوني أبدأ الأول بالحادث المؤسف اللي حصل من تصادم قطاري الزقازي وبداية طبعا بأتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث وأيضا تمنياتي بالشفاء العاجل يا رب لكل المصابين اللي مازالوا موجودين وبيتلقوا العلاج في هذا الموضوع والحقيقة أن أنا تبعت على السوشيال ميديا على طول بعديها يعني طبيعي الناس طبعا بتبقى أي حادث بهذا الشكل كلنا بنبقى متضايقين ومتنبقى زعلانين قوي لكن ابتدى بقى تشكك في طب المشروعات اللي الدولة عملتها على مدار الفترة ده فاتت في هذا القطاع وبرضو بتحصل حوادث والكلام ده كله والكلام اللي بيثار بهذا الكلام وانتو أنفقته مئات المليارات على هذا المرفق ومازال اهو بتحصل حوادث طب هو ايه اللي بيحصل أرجو من الوداية إحنا بنتكلم بمنتهى الشفافية هذا المرفق كان وصل إلى حالة من التدهر كان يعني حالة الحقيقة كانت صعبة جدا نتيجة لأن على مدار عقود من الزمن ما كانش بتوصله الموارد المالية التي تكفي حتى للصيانة أنا مش هتكلم في الاستثمار ولا إحنا نعمل مشروعات كبيرة فبالتالي كان البداية عشان نعالج هذا الاشكال الكبير جدا في مرفق بينقل يوميا ملايين من المصريين بيتطلب جهد شديد جدا 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 والتحديث هنا إن احنا أهم شيء في هذا الموضوع إن ازاي إن احنا نقلل تماما من تأثير العنصر البشري في إدارة منظومة هذا المرفق المهم جدا عشان كده المرفق ده كان بيستقبل أعمال تطوير شاملة تطوير السكة نفسها الحديد إنها بتتغير بالكامل تطوير الأطراط تطوير أنظمة التحكم وأنا عايز بس أقول إن الخط تحديدا اللي حصلت فيه المشكلة اللي هو خط سكة بنها الزقزي اللي اسمع الله يابر سعيد ده طوله أكتر من 214 كيلو وفيه حوالي 21 برج تحكم احنا غيرنا السكة بالكامل تم تطويرها بالكامل الأبراج التحكم فيه 16 منهم اتحولوا إلى أبراج كهربائية إلكترونية بالكامل متبقي خمس أبراج حيخلصوا على آخر السنة دي منهم للأسف البرج اللي كان الحادثة حصلت عنده ده المفروض المفترض إن شاء الله على بداية نوفمبر حيكون اتغير بالكامل